السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالكم في انطباع منغا كينكدوم الفصل 619 اعتذر اذا صوتي رايح من البداية انا تعبان بس ان شاء الله ان شاء الله اني راح اقدر اقدم لكم هذا الانطباع على اكمل وجه قبل الحرب وقبل كل شيء بشارة لكم ياهل الرياض يوم الاحد ويوم الاثنين القادم ان شاء الله متواجدين عندكم في الرياض في مهرجان الرياض للألعاب في واجهة الرياض كل المعلومات اللي تحتاجونا عن الحفل موجودة في مربع الواصف كل المعلومات اللي تحتاجونا عن الحفل تكلمنا عنها في حلقة خاصة علام فيها ابراهيم اخوي ومحمد عن الحفل اللي تفوتوا بفرصة الحضور اللي بيشوفكم هناك يا شباب موسم الرياض جاي وحنا جايين معاه سيكون لنا فعاليتين على المسرح عن بوكسنج للعبتين مختلفتين يوم الاحد اللعبة ويوم الاثنين اللعبة تعالوا نشوفكم على المسرح يا شباب الحين قبل الحرق وقبل كل شيء لازم نحن نأكد على جمهور انيمي كينغدوم في الحلقة التي رح تتكلم عن منغا كينغدوم احداث لم تصدر حتى الان في الانيمي فاذا ما شفت المانغا ستكلم الفيديو لا يفضل لك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق حابة لوه بس انه يوم الاثنين ما رأيكم متواجد في البث ممكن ممكن عبد الرحمن الرئيزان وعبد الجيل يسوم بث وممكن لا يكونوا معنا في الرياض فاعتذر منكم لو كان ما في بث يوم الاثنين حق المانغا نعودكم الاسبوع اللي بعده بإذن الله راجعين لكم بالبث بدأ الفصل بتاعن الأخ الأكبر حجما الأصغر عمرا ماسك يدين تانوهم دخلها كده من الجنب ماسك كده عشان يثبت يدها ما يقل لي تتحرك ومسك رأس السهم وكسره تكسر رأس السهم من فوق عشان بعدين يرجع لان السهم مخترق اليد كده فماسك الرأس اللي فوق كسره كده وبعدين يكجع مرضى يسحب السهم من تحت ويطلع السهم بدون لا تشعر بالألم دولة يجرحها بشكل أكبر طبعا لازم تشعر بالألم من تتكلم عن خشبة داخل في يدك ومن تتكلم عن تسحبها فبتشعر بالألم رأتشعر بالألم ولهذا السبب تاني كان يقول حق كاريوتن حبسي أنفاسك يعني يكتمي نفسه خذي نفسه وكتمي كده وبعدين بوف تلبس اصرخت يعني الألم مزعج جدا جدا بس كان لابد يسوي ذلك الشي عشان يوقف النزيف عشان ما يلتهب الجرح عشان يحاولين العجولة بس رأي وقت طبعا كان في اثنين من الجنود واقفين كده يحرسونهم ينتظرون كاريوتن تخلص من معالجة تجارها عشان يقدرون يعطوني الحصان وتركب هنا على طول تان سألها هل أنت بخير يا تانسان تانسان الاختصار كاريوتن هل أنت بخير يا تانسان تان اختصار لكاريوتن هل أنت بخير يا تانسان كاريوتن كانت دايما تقول للناس نادوني تن فردت على طول قالت نعم أنا بخير لا تقلق علي وانتبه حاولك تعتني بأخوك جن أخوك الكبير الأصغر جورمان تقول لذلكلام معيونها بدأت تبدو شوي شاحبة والعرق يصب من وجهها لأنها تألمت يعني صاب هنا بالكتف ويصاب هنا برضو ظهر كالكاتب أن نستخرج منها سهمين فهو نسوى نفس الحركة كسر السهم اللي في كتفها وتلا طلع على الأغلب يعني طلع من جسم السهمين اثنينهم تقول لذلكلام كان فيه جندي ثاني قاعد يعالجها يضمت جرح كاريوتن وكاريوتن قاعدة تقول تان طبعا فيه جندي ثاني قاعد يضمت جرح كاريوتن وتاني يقول لها نعم أنا سأعتني به واخوه قدامه قاعد قدامه شوي اللي جندي ثاني جاي يقول لحق كاريوتن كاريوتن هذا حصان جمناش حصان جديد أول حصان اللي طاحت منه لأنه كانت على حصانها بعدين تلقت زيسام في كتفه وطاحت بفوق الحصان وراح أجوبه له الحصان حقه مرة ثاني مدت هنا كاريوتن تشجع تان تعطيه كلام تشجيع قالت له تان شكرا لك انت انقذت حياتنا قبل شوي يعني كان مبروض كاريوتن وجن كلاهما بيموتون لو لا فازعت تان الأسطورية بالأسهم وأيضا أكملت كلام وقالت له وأيضا الشخص اللي انت قتلت في الأخير هذا كنمو كان جنيرال فانت حققت إنجاز كبير يعني انت قتلت جنيرال وهو مفهي وكان بس بيحمي أخوه وكاريوتن فقط لها فقعد يقول لها ها وشو بعدين انت أفتت وقعد تتكلم مع جن المغمى عليه طبعا طائح في الأرض مغمى عليه من يتكلم نائم يعني المبروض انها مغمى عليه من هول الصدمة والضربة اللي جاتها في ملاحظة أنا ما قلت في انطباع الفصل اللي طاب ترى يوم كان الخيلة من قلبه وطائح عليه الخيلة دهست على صدر بركباتها فممكن حتى يمكن عنده ضروع مكسورة مسكين يعني وضعها مرة مرة من زرحالية وهنا كاريوتن قاعد يتأكد تقول انت أيضا يا جن أريقته وشكرا لك على الإنقاذ يعني والأفضل لك انك ما تموت يعني اكتموت وتتخلين يعني ما تبيموت تبيعيش وهذا التلميح على ان جن ليزر تلميح على انه رح ينجو يعني ومصاب بس رح ينجو بعدها جابه الجن دي زي اللي تقول شالكا ريوتن وحطاه فوق الخيلة وقال ها انت وكي ثبت فوق الخيلة وقالت لا نعم نعم ومسكت الخيلة بيد واحدة اليد السليمة بينما ماسكا يدها المصابة في الجهة الثالي ممقدرة تمسك بها الخيلة على طول رجعت تأخذ دورها القيادي كالاستراتيجية لهذه الفرقة ولهذا الجيش كله بعدها نحتاج منكم تقرير سريع عن كل الاحوال كل الفرقة يعني عطوني فرقة هذا وانا وصلت فرقة هذا وانا وصلت من اللي متقدم من اللي متأخر عطوني تقرير كامل شي اللي صاير في مقدمة الجيش واكبرت بعدها قالت العدو فقدوا القائد حقهم عدونا فقدوا القائد لو كن لو قدرنا نحن نوفق نسوي هجوم سون كرايز هجوم متزامن بين كن وجبهاتنا في نفس الوقت ما راح يقدرون لصدونها لان الجينيرا حقهم سقط فما عندهم أوم تنسيق ما عندهم الجينيرا اللي يقدر يصمد يوجههم عدل يعني يكون موجود للدفاع وتوجيه القوات لا بيصرون ضايعين فما لهم اي امل لهم يوقفون تقدمنا زحفنا للوصول الى مقر ريبوكو يعني لو هجمنا مع بعض فيجوم متزامن بنفس الوقت وضربنا باقهم عندنا راح نخترقهم بالتأكيد فكل الجنود هورا تحمس حين رجعت القائد حقتهم والاستراتيجية حقتهم ورجع الحماس من جديد وبدأ يروحون يجبون لها التقارير وكل شيئا انتقل المشهد الى المقر الرئيسي لفرقة او جيش كينمو اللي كان موجود فيه كينمو وطلع منه وهجم على كريوتين فجايهم التقارير كينمو سماء مات فيردل هل سقط في عرض المعركة نعم هو حاصر العدو وكان ان يقتلها كريوتين ولكن السهم جاب فعلق واحد ثاني يقول كيف حدث ذلك يعني من صدم نكبة انتقابلنا روحة الجنيران فجأة هذا القائد اللي واقف في المقر بدأ يجيونا الجنود يعطونا التقارير فعلى طول اول جندي جاء قال لسيدي الفرقة الرابعة والفرقة السابعة جاء عليهم هجوم مركز من العدو كاونتر اتاك هجوم مركز وهم اساسا مركز الدفاع حقل هم اقوى فرقتين في الدفاع عندنا اللي صمدين اساسا اللي يجب ان نرسل لهم مساعدة ارسلوا فرقة شو جاكوكو هذا الواحد من عندنا شويلة جاكوه سيدي شو جاكوه مو قادر يتحرق بسبب الضغط اللي عليه في هجوم مركز ايضا على هذا الكلام اللي كانت تتكلام انه كريوتر نحن ننصهم كلهم بهجوم متزامن بدت الطبقة كريوتر على طول تهوى هذا القائد يعني الوحيد اللي حين صار المكان كينمو قاعد يقول طيب ماذا عنه شو بوف ساهم كذا رمح حفن رمح طائر كذا دخل في عينه وجبوا لك الجنود اللي من فرقة شين اللي رموا السهم أو رموا الرمح عفن قاعد يقول ممتاز هذي المقر رئيس حق الجيش كله واخترقناه رمينا عليهم رمح فواحد من اللي في المقر يقول سيدي نوم صلاح عندنا في المقر روح بلغوا ريبو كوساما الان بسرعة بلغوا المقر اللي خلف اللي فيه ريبو كوساما ريبو كوساما لازم ينسحب بالحال نقولولا نحن لن نستطيع عقاب فرقة هاي شينتاي بعد الان ما رح نقدر نوقف زحفهم جيينك جيينك فرقة كاملة معاهم نص جيش آكو قاعدين يخترقونهم بيجونك بيجونك وصالوا وخلاص وجابه في المشهد قارو أو قاريو اللي هو واحد من قادة الدوقيو السابقين اللي انضم مع شين وجابه ديني يعني يخترقون فعلا كل صفوف الحدو وقالوا لقد اخترقناهم عبرنا من خلال خلاص وصلنا يعني استمروا في التقدم هذا المقر رئيسي حق ريبو كو قدامنا خلاص وصلوا له وصلوا للسنتر للمقر الرئيسي حق ريبو كو لان هذا اللي كانوا يتقتلون معه واخر خط دفاع كان حطا كينمو خط دفاعي كامل جيش كامل يصدوا كانوا يرسلون للتعزيزات التعزيزات التعزيزات خلاص خلصت التعزيزات واخترقوهم في حين بيصطدمون مع المقر نفس اللي فيه ريبو كو كاني اللي كانت قبل فصلين متوجهة انها تروح تصد شيريو العملاقة الضخمة العملاقة الضخمة جدا اللي قالت أنا سأوقفها ما مكلم الأمر أنا أسمح لها بالعبور فاجأة سمعت صرخات النصر من الخلف اللي صار قالت ماذا هل ممكن فرقة هاي شنتي عبرت تعدت اخترقت الدفاع وجنود كان يقلوا كاني انتبه يعني هذه رافع السيف بتشير راسش وفعلا شيريو مثلا شينيو طبعا تقاتل بسيفين وكانت قاتل بسيفين ولكن شيريو كانت رافع السيف واحد وقوم ضربة جبارة كاني حطت السيفين اثنين حقينها وصدت الضربة ولكن من قوة الضربة مو بس هي حتى خيلاتها صحفة مار كادت فعلا لأن تسقط لأن خيلاتها ارتفعت الرجولة خلاص ستسقط فجأة رأس اصطدم بيد شخص من الخلف كذا ماسخ رأس كذا وقفة على أنها تسقط زي ما تقول كأنها تلقاها استقبلها على أنها تسقط وهو قفاها من السقوط والزعف فهي استغربت شسالفة من ذلك تفتت قال ها أنت أنت باتي من جهة كسوي جعبك هنا كلما توقعين نباتي هنا ولكن توضح لنا شي جديد نباتي نفسك سيدي أقصد كسوي سامان سيدي قال لي أن أأتي وساعد ربك وساما في الهرب يعني أأمل ربك وساما طريق الانسحاب والهرب ولكن أنا ماني بجيد في أني أنظم عملية انسحاب أو تراجع ماني بممتاز في ذلك أنا شغلي شغلي هجوم للأمام بدون عقل بدون تخطيط بدون استراتيجيات أما انسحاب تكتيكي تراجع مو بشغلي مو بمهارتي يعني مو بشي يتميز فيه أنا فلذلك فلتذهب أنت بدلا عني يعني أنت يكان يروح أنقذ ربك وساما ما دي لطريق الانسحاب والسحاب التكتيكي وهذا كله وخليني أنا أتعامل مع ذا شيريو طبعا لو نقول ذلك الكلمة كان يعطي شيريو نظرة ثاقبة كذا وشيريو ملتفت عليه بنفس النظرة وتقول الحجم تقريبا متقاربين في الحجم بس السؤال يبقى القوة من اللي متفوق من القوة هل باتي أقوى أم شيريو أقوى انتقل المشهد إلى فرقة ثانية من فرقة هاي شنتاي ما بعد تخترق خط الدفاع الأخير ولي فرقة ساسوي وكل الجنود اختحموهم واستمروا في التقدم هؤلاء الوحدي اللي وقفين بينه وبين مقر ربكو وفي المقابل أوقفوهم أوقفوهم حاولوك نشوفكم حال وقفوا لدخلهم ويخترقون فجي المشهد عند ساسوي نفسه يقول حال الوقت لكم تظهرون قوتكم الحقيقة يا فرسان ساسوي لنخترقهم بتشكيلة الجحيم عندهم تشكيلة اختراق الجحيم ما شو زم هذي يعني تشكيلهم متفقين عليها فقعد يسوونها كفرسان ويخترقون فنعبر من خلالهم معا حتى لو نزفنا الدماء حتى لو كحينا دم راح نخترق كلنا مع بعض ما راح نواقف هذه صارخة من أجل تشجيع كل جنوده وكل جنوده وانطلقين معا تقلمشهد عن سوقن قاعد المشاء وقاعد يعمر جنود يقول حاولوكم تمرون من بين الخيول اهلا فرصاتنا كمشاء جنود مشاء نقدر نزمك يعني نتسلل من بين الخيول ونخترق كل ما تقدمنا احنا يا المشاء واخترقنا صبوب العدو بشكل أكبر كل ما عازيمت جنود دولة شاو هبطت أكثر وأكثر في المقابل جاب لك أربع مد خمسة طبين على شين في نفس اللحظة يقولون هذا الشين قاعد في رقة هاي شنتاي لا تسمحونها بالعبور كلهم قاعدين يحاولون يطعنونها يحاولون يضغطونها زي الأربع الخمسة وحطر مطلق وقاعد يدفونها للخلف وواحد ثاني من قادته يقول شين عندما قابوا الملازم حقا إنسان ويقول شين دونوا بعد إن قم يفكر في مخة ويحل الموقع يقول شين دونوا لم يعد ديه القدرة الكافية إنه يدفع العدو للخلف قاعدين يوقفون عادة شين بقوته وشرع يشقهم شيء طبعا من الصباح وقاعد يسوي كده وكل مرة يجبون لك يتألم أو ضعفع أو مقابل تقدم فصل الإلي بعد ويكمل كلام يقولوا أيضاً كيوكاي لا تزال مخذة لغ بروفايل يعني ما سوت أي عمل يذكر ما سوت أي إنجاز قوي ولهذا سبب الكاتب لمدة 10 فصول أو تقريباً 13 فصول ما وران كيوكاي لأنها قاعدت قاتل على عقل يعني قاعدت تقاتل بنار هادية تطبخ على نار هادية تقتلها جندية رأيه تقتلها جندية رأيه طبعاً عندي سبب لهذا الشيء بقوله في نهاية الاطباع بس حالياً إنسان قاعد يحلل الموقف باست على اللي هو يشوفه يعني بناء على اللي هو يتوقع أو يتخيل أو تحليل أو للموقف هؤلاء الاثنين وصلوا إلى أقصى حدود طاقتهم التحملية وكيف لا وهم يوم 15 يوم يقتلهم بأقصى مؤوتهم من قوة يضغطون على أجسادهم بشكل مجنون جداً خصوصاً شيء أيضاً متلقي إصابة وخصوصاً إن كيوكاي دونو لوحدها قاتلت العديد والعديد من قوات العدو هذا يوم أنهم تخلصون على نخبة تشيغاريو في اليوم 14 قاعد يتكلم عن إنجاز اللي صار يوم 14 إن كيوكاي بحالها قاتلت كذا نخبة تشيغاريو كلهم وشين اضطرنا يقتل أقوى ثنين واحد منهم وطعاناً في الجنب وقصة بعدين قاتل تشيغاريو نفسه وقتله بعدين يكمل الكلام يقول كل اللي صار أساساً بفضلهم لو لا لأنهم بذلوا هذا المجود ده كله كان ما وصلنا إلى اللي حين وصلنا إلى الحين الحين جوقتنا أحنا يا فرقة هايشن تاي نرد لهم الجميل ونكمل الإنجاز اللي هم بنوه لازم أحلل لنسقط الريبوكو يعني أي واحد مننا مجموعة مننا عدد كبير مننا يهجون يقتلوا الريبوكو مو بلازم إلا شين ولا كيوكاي اللي يخترقون ويقتلوا الريبوكو هذا معنى كلام فبدأ هنا يصرخ صرخة التشجيع والتحفيز للجيش كله لأنه هو الملازم يعني شين القائد هو الملازم تحت على طول يوكاي تعتبر قائدة 3000 جندي داعمة لشين وليست الملازمة حق فرقة هايشين فرقة هايشين خمسة لاف أين هو الملازم حقه فبدأ يصرخ يا رجال فرقة هايشين تاي هذه حقا للمعركة الأخيرة القائد الأعلى للعدو الريبوكو موجود قدامكم قريب جدا لو مديت يدكم تكترون تلمسونا خلاص أصبح في متناول يدنا كل ما حدث كل القتال كان من أجل هذه اللحظة استجمعوا كل ما تبقى لديكم من قوة استخرجوا قوتكم كلها فعلا مع صرخته كل القادة ديني قائد فرقة الهايهيو ناكي اللي كنتظن أنا رايح يلف من ورد طلع موجود هنا معاهم وكيو قاي كلهم كذا وحطف قاموا يخترقون شوي لأخر واحد اللي كيو قاي يومنا دخل ولعت لمبابقراس اخترق وشاف شي قدامه ها هي أمامنا هذا هو مقر ريبوكو قدامنا الإعلام حقا تريبوكو قدامهم وصلوا للمقر خلاص وصلوا شوي طبعا يعني هذا يدل أن كيو قاي هو الأقرب حاليا من المقدمة شوي اللي قال لا لحظة هذا ريبوكو بنفسه قدامنا شوفوا فوق الهضبة لأن زي ما قلت لكم دائما القادة يأخذ لهم مكان أعلى شوي زي الهضبة عشان يقدر يشوفوا المعركة كلها فحين تأوهم أخيرا وصلوا وقاموا يشوفون على مرأة عينهم خلاص ما في قدامنا خمس عشر رجنود اخترقهم لووصل فبدأ كيو قاي يصرخ هذا وريبوكو جالسا أمامكم شوفوا واقف قدامكم وقلت كلهم نهني حقا يعني وصلنا لهذا وقدامنا أول كانوا يمشون على أملنا ويصلون للمقر ويصلون لريبوكو على حين خلاص وصلنا لهذا ريبوكو واقف قدامنا انتقى المجهد إلا ريبوكو والجند اللي واقف جنبه ريبوكو سماء يجب أن تتراجع سيدي سماء ريبوكو ومن رد عليهم يقول ريبوكو مركزة بس على الشين قاعد يطالع شين من بعيد وينظر ليه طبعا في ذلك الوقت لا يزال يتدافع مع الجنود ما بعد يحرس تقدم عادة شين هو الأول في الفرق المبروض أن أول واحد يخترق ويصل عند ريبوكو هو شين ولكن لأنه تعبه مجهد وأن الجيش كله قاعد يضغط عليه تمكنت فرق أخرى ماذا فرقة كيو غاي هذا اللي وجه في زين حرق عند عينه هنا زي وجه واشم كده هل يخترق هل يوصل هو أول واحد وصل عند ريبوكو وجهت ريبوكو ساما جاي بخلطة طايرة عنده ما الذي تفعله سيدي ريبوكو ساما ما الذي تفعله يجب أن تتراجع على الخلف الآن الآن فرصتنا العين الحاش ريبوكو ساما جاي تتركضها بخلطة وهو واغذ يتفرج ملتمة عليه والعبارة عهدتها انتقى المشهد إلى كريوتين ولازن توجه الفرق جاه تقريرنا كيو غاي هو أول واحد اخترقه اللي صار في المقدمة هذا اللي عينه محتركة فقالت تقول خلوا فرقة كيو غاي اللي في المقدمة تحافظ على سرعة تقدمها لا تبطأ خلوا يتخترق بأسرع ما عندها وتكمل التقدم وأمروا فرقة ناكي اللي احنا كلا نبضنا لف من وراء هو طلعوا ويام حاليا قالت أمروا أنه يروح يلف من وراء الحين يعني توقعنا اللي كلا نبضنا صار ما صار بس قاعد يصيرها الحين اللي قالت خلوا فرقة ناكي تلف من وراء وتقطع على ريبوكو طريق الهرب أو طريق التراجع لهذا سبب كلام كاني اللي قبل شو يوم تقول اللي لازم تسحب حين رجع حين إنه فعلا هذا الوقت المناسب قبل يصيرونا قبل يسكروع عليك طريق الهرب خلن نحاش يلا نهرب الحين أخرك بالهرب يا ريبوكو رح تدفع ثمن غالي طبعا ما رح يموت ريبوكو أنا توقع بقول ذلك كلام ناكي الطباعة ولكن بقول لكم شنو الثمن اللي رح يدفع بسبب التأخر هذا فتكمل كريوتو تقول يجب أن نقطع عليهم كل طرق الهرب الممكنة لا يجب أن نسمح لربوكو بالهرب من يدينا بعد ما أطبقنا عليها خلاص صرنا كذا كماشا من القدام وجينا من الجب ونسكر عليه طريق الهرب من الخلف ما يقدر ينحاش طبقنا عليه خلاص نصيده يجب أن ننهي المعركة الآن ولا نسمح لربوكو بالهرب مهما كلفنا الأمر وصالت كاني جنب ريبكو واقفة جنب على طول على الخيلته وعلى خيلته سيدي يجب أن تعود إلى وعيك عد إلى وعيك لازم انسحب الحين يعني كانت تقول لها شفي قلعيش في الأحلام وخلاص طرق علينا خلو انسحب هذا فرصاتنا انسحب الحين أرجوك سيدي يجب عليك شويل رفع يده حط على وجهها عدهينا خيجتي ساحت خلو قال لا يجب عليك أن تكوني هادئة يا كان يعني روغي أهدي شفيش مرتبك طبعا هي مرتبك وخايفة ومرتعبة بسبب الحلم اللي قالها لها قيو إن في اليوم التاسع الظهر يوم جاتهم قال لها قيو إن ترى سيدك بيموت اللي يريبكو بيموت وانت رح تعيشين نفس القادر اللي عشنا سيدك يموت وتتتمين مغبونة وصح انت بكين عليه من تبقادر تحقيقين شيء فهذا الحلم اللي قالها أنه خليها مرتعبة خايفة متوترة فهين أريبكو يقول لها أنا لم أفقد ذكائي بعد أنا لم أفقد حكمتي بعد يظنيني قاعد هنا عباطة ولا أني متوتر لا أنا أدري لو المطلوب مني أنسحب أنسحب هيك من الكلام أريبكو يقول لا يزال لا يوجد أي دليل يثبت أن فرقة هايشينتاي أو ضمان أن فرقة هايشينتاي ستصل إلى هنا يعني كان يقول تقتلني ما رح تقدر توصل لي طبعا يعني تقريبا كلنا عارفين شنو المفتاح هذا بس كان هنا ما بعرف أحط علامة استفهام متعجب شا السالفة شا تقصد يعني ويجبون الصورة على كيو غاي وفرقة أنهم لازلون يحرزون تقدم ولا يزلون يقربون أكثر وقاعد يصرخ سمروا في التقدم هاي اقتربنا هذا وقربنا يعني تحس كان نريبكو قدامهم لو واحد منهم يمسك رمح ويرمي كذا ممكن يخترق ريبكو وفي عقله كيو غاي قاعد يبكر يقول شو سا تضحيتك لم تذهب هبقى منثورة ها نحن وشكنا على تحقيق الهدف أخيرا اقتربنا من قتل ريبكو أخيرا اقتربنا من المكان المطلوب مننا كل الجنود اللي معاه كلهم اه راي اقتلوا اقتلوا وجابونك طبعا في الوعاية الصفحة كاملة كبيرة جميلة جدا ما اشهد كيف انه فرقة خيش انتا هنا قاعدة تصطدم مع فرقة جيش ريبكو المقر ومن خلفهم طبعا هم خط كامل يعني خط طويل جدا ولكن في نص الخط هذا يخرج ذلك المطرد الضخم المرعبة قاطع الاحلام مدمر ايه قاطع الاحلام حق يوني مو حق المدمر الناسف شرع رمح هوكن طير لذماني تسع جنود بكل بساطة مع خيولهم مع رجولهم مع يدينهم رماحهم كل شيء يمر عليه شك 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 والله يا جماعة ما ابالغ وانا اقول لكم كمية الاشلاء المتطايرة في الهواء لا يمكن وصفها يعني ايادي رؤوس خيول واحد من الرقبة واحد من الصادر واحد بس قمة الراس كذا المطرد يمشي ما يفرق بس يفرق ما يفرق بالعدو او صديق ولكن اللي يمر عليه فرق الصين قصة الصين ألا وهو مطرد هوكن الحقير وجوب لك المشهد على كاني مصدومة من المشهد اللي تشوفه قدامها وريبكو ينظر بكل برود ولكن المصيبة الأعظم كيو غاي الرجل ذو الندبة التي على عين اللي زين محروقة ينظر أمام عينيه المطرد قاعد يقطع كل رفاقة والمصيبة الأعظم ان المطرد ومار في طريقة متوجه له وهو أيضا اللي ما يذكر منه كيو غاي تراه من أول مئة أشخاص انضموا مع فرقة شين هذا الرجل كان من أيام معركة الجنرال أوكي يوم فرقة شين تأكونت صارت فرقة هايشنتاي يسمى هايشنتاي شين ما كان عنده مئة رجل هذا كان واحد منهم مع بيه مع أخ بيه اللي مات مع الديني مع كيو كاي مع شوسة مع سوقن هذا اللي كلهم هم نواة الفرقة هم اللي أسسوا الفرقة مع بعض المطرة الجاية كذا شين زي ما تقول شاف أحلامها كلها وعمرها كلها مرشريت حياتها مر عليه كلها وفي آخر لحظاتها عينها دمات على خبيب ويقول شين في الصفحة اللي بعدها راس خيلتها من هنا جذع العلوي اللي من الصدر كذا معرقبته من هنا يد اللي ماسكا رمحة طارت هناك ويد الثاني اللي كانت ماسكا اللي جامل خيلة راحت منناك قطع الأشلاء تفرق جسده عن جسمه شين هو تفتيت تفتيت المطرد أي شيء يمر عليه كذا شرنق يتقطع على طول على الرغم من أنه لا يزال بعيد جدا شين عن المكان اللي مات في كيو كاي إلا أن عيني على طول وقعت على جسد كيو كاي أحد القادر اللي كانوا عنده من الأساس من قبل خمس أو ست أو سبع أو ثمان سنوات ما أدري أن تتأسست الفرقة ما حددوا العمر بالضبط حليلاً ولكن من تأسست فرقة هايشين تاي وكيو غاي كان عضو رئيسي فيها وأساسي وهنا كان قائد فرقة فرسان ولكن هايهات هايهات طار في الهواء متقطع وشين ينظر وعروقة حين بدأت تطلع كذا ونجي للصفحة الأخيرة وهي أهم صفحة في هذا الفصل من وجهة نظري ريبوكو ينظر من الأعلى وهو كان عارف ومتوقع أن هوكي موجود هنا وأن هوكي قاعد ينتظر جيد شين أنا تكلمت مثل نقطة أكثر من مرة من قبل كان المفروض أن هوكي يروح يهجم على فرقة هايشين تاي بس ما أدي ليش الكاتب كلا عادة يخليه موجود هنا بحيث أنهم يقربوا من ريبوكو خلاص بيصلوا له برين يطلع فهذا اللي صار بالضبط كيو غاي يقرب من ريبوكو طلع هوكي قص كيو غاي فهينا ريبوكو قاعد ينظر من فوق وقاعد يتكلم كلام خطير مهم جدا بقرأ كلام أكله بعدين بتكلم عن الصفحتين اللي بعد في الأخير ريبوكو عشان لا أقطع كلام ريبوكو ريبوكو كان يقول سوف أكون شاهدا يا هوكي على هذه اللحظات الأخيرة وكأن ريبوكو قاعد يقول أنا من سحبت حتى الآن لأنه بيشوف في لحظاتك الأخيرة يا هوكي شي اللي راح تسويه شي اللي راح يصير معاك في هذه المعركة وكأنه تصريح بالبنط العريض من هارة نفسه على اللي صار ريبوكو أنه هوكي راح يموت في هذه المعركة وأن هذه لحظاتها الأخيرة في المعركة طبعا بالنسبة للشين الصدمة صدمتين الصدمة الأولى أنه فقدانه خسارة كيو كاي اللي قدامه اللي كان معازم من الزمان وخسارة يعني ممكن أنه مات عليه شوصة يموت عليه بعد كيو كاي اللي كان معاي من البداية ويشوفه قدام عيونه ينقص على الأقل شوصة يوم يجيه كان جابه بين حيوانه يموت وحتضنا وتكلم وياه شوي قبله يموت هذا وين تحتضنش يتكلم خلاص تتفكت إلى أشلاق قدام عيونك يعني تفعيل الميزة الخاصة حقا تشين الأي بلس أن القوة تتفجر عنده تم وانتهى خلاص والنقلة الثانية والأهم أنه ما كان متوقع أنه بيقاتل هوكين وكان جايين عشان يحصد راس ريبوكو جايوا كل الخططة وتخطيطة أنه بيقتل ريبوكو ما كان حاط في حسابه أبدا أنه يقابل هوكين في هذه المعركة لأنه اللي استشعرت بهوكين كانت كيو كاي في اليوم اللي قبله يوم 14 يوم هوكين دخل في الجهة اليسرى وقتل الشاي بالحق موتن كيو كاي كانت نايمة في الخيمة صحت واستشعرت بوجوده وفي صباح هذا اليوم صباح يوم 15 قالت حق شين أنا راح أحميك هذا كيو كاي خوياتنا الملازمة البنت وليس كيو كاي اللي مات الرجل ها أسمعه متشابه بس هذا كاي رجل كيو كاي وهذه كيو كاي بنت حب النوت فشين إلى الآن ما تحرك شين جات صدمتين عاطفيتين وراء بعض الأولى فقدان واحد من رجاله والثاني ظهور هوكين لعدو اللدود اللي قتل أوكي سجن ريبوكو هو من حط خطة قتل أوكي ولكن من نفذ الخطة ومن طعن أوكي كان هو هوكين وأنا حاليا عندي مطرد أوكي لازم أروح أقصها لهوكين اللي قدامي في آخر فريمين وهم أهم فريمين بالنسبة لنا جابه المشهد على كيو كاي وكانت زي اللي منزل راسهم تقطع راسهم وسكر عيونها فجأة يوم صارت القتل الذي طنق ولعت عيونها فتحت استشعرت أخيرا بوجود هوكين وعلى طول عطاق الكاتب صوت تون اللي بعدها يجي تا 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 تون تا 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 الرقص حقتها فعلت على طول وعلى كده انتهى الفصل وإن شاء الله أنا متوقع من هارا وأتمنى من هارا أنه كالعاد زي ما عودنا الشيء اللي انتهى عليه يبدأ فيه الفصل الجاي فأعتقد أن الفصل القادم راح يبدأ بهجوم كيو كاي أو تحرق كيو كاي فجأة هنا أعلق على النقطة اللي قلت لكم بحط عليه خطين حمر وبتكلم عنها بعدين ألا وهي ليش كيو كاي كانت طبعا حسب كلام إين الملازمة كيو كاي كانت متعبة ومجهدة وما حاولت تقاتل لا تسوت أي إنجاز طول اليوم من الصباح اليوم للحين لأنها مرت أعبانة من القتال اليوم اللي قابلة لا هي ارتاحت نامت وارتاحت بس لأنها استشعرت طاقة هوكن أو نية القتل حقا هوكن في اليوم اللي قابلة ودرت أنها هجم في اليسار كانت خايفة وعدت شيء من صباح اليوم صباح اليوم 15 قالت في الصباح سوف أحميك مدي قالت ألا بالكلام وقالت في مخة ما أفكر بس هذا الفريم ظهر أنها ستحاول حماية شيء في هذا اليوم من هوكن لأنها تدعي أن هوكن بيجي يهجم على شيء فاعتقادي الشخصي أو توقعي ما أنا متأكد من ذلك أنا مجرد توقع أو نظرية أو ملاحظة قوله أن كيو كاي كانت مهدية طول اليوم من الصباح اليوم للحين تحافظ على طاقتها ما تبي تهجم وتستند طاقتها بأنه إلا دخل هوكن تتوهك إيه إنسان شافها من نجاته هو أنه متعة ومجهدة مكاتلة تقاتل لا المفروض أنها بذلك من ريحة يوم كامل تقدر تقاتل يوم اللي بعده ولكن هي ما تبي تقاتل الصباح اليوم لأن الجندي موجود ضعفاء ومش مهمين وفرقة هاي شتاي فيهم الخير والبرك أنهم يتحمونهم كلهم ولكن لما يجي وحش زي هوكن لازم أنا كيو كاي يفعل الرقص حقتي بكامل قوتها وأهجم عليه وحاول قتله وأحمي شيء طبعاً لو حصل أن كيو كاي في علاقات مثلت هوكن أنا بفرع وبستانس وبتشققه وبالعكس بصافت لأن كيو كاي بتصوت إنجاز قوي هو بوشن وهي أيضاً نفس البوشن بس بطريقة أخرى أنه مختالة عندها الرقصة وكذا بيكون شي جميل بس ما أعتقد ذلك بيصير هوكن لازم يموت على مطرد شين ولكن أعتقد أن كيو كاي راح تسهل الطريق يعني ممكن تتسبب بإصابة مميتة للهوكن ممكن تجرح يده ممكن تجرح العينه ممكن تسوي أي شي يساعد شين قبل لا يوصل شين عند هوكن لأنه أعتقد رغم أن المسافة بينه مثل إليه متساوية يعني أن كيو كاي بعيدة عن هوكن وشين بعد عن هوكن ولكن لما تفعل كيو كاي الرقصة تقدر تخترق صفوف العدو بتنقص فوق الأحصن حقتهم ويتقصص فيهم فاجأ كذا فتح غمض وصلت على رأس هوكن وتبدأ تتقاتلوا إياه قبل لا يجي شين وهذا الشي برضو رح يزاعد من غضب شين أكثر وأكثر لو هوكن تسبب بإصابة مش مميتة بس ما يقتلها إصابة مميتة الكيو كاي قدام عيون شين قل على الدنيا السلام قل على هوكن باي باي شين رح ينتف هوكن تنتيف لو أصيبت كيو كاي لو جرح بسيط من هوكن مع أنه جروح هوكن مش بسيطة يعني وهذا تكرار لشي صار من قبل جميل جدا في أول معركة لهم هي اسم فرقة هاي شين تاي يوم تشكلهم مئة جند هوكن دخل عليهم في الليل بسبب وجود كيو كاي أنا كان يظن أنها هي أوكي وتقاتلوا مع كلهم ودباجهم كلهم ودباج الفرقة كلها هزامها كلها تقريبا ضرب شين وضرب كيو كاي هزامهم هزيمة النكراء فالحين إعادة المعش ريمعش على قلط إعادة القتال من جديد بعد تطور شين الأسطوري ومسكن المطرد أوكي تطور كيو كاي الأسطوري والرقصة وقواتها خليشوف كيف تطوروا وكيف زادت قوتهم عن أول معركة قبل خمس ست سبع سنوات في بايو والمعركة الحالية الأسطورية اللي قاعدة تصير أنا تكلمت عن انسحاب ريبوكو آخر نقطة أنا بتكلم عنه وقلت لكم أنه خطأ بقاء هنا كان خطأ لأن حيزين ما كيشفنا كاريوتن أمرت ناكي إنه يلف ويسكر عليه من الخن فالشي ريبوكو رح يسحب رح يسحب سواء أول ما يقتل شي نهوكو بينسحب قبل لا يقتل شي نهوكو بيشوف أنه ينزل بينسحب I don't know ما أدري هل بتتمكن مثلا دين ريمي أو سوءو أو شيريو من الاختراق قبلا هل بيشوف أنه كما شتل اللي عند أوسن فشلات فبينسحب ما أدري أي مكان متى ما قرر ريبوكو الانسحاب رح يلقى في طريقة وينسحب ناكي هذا اللي منفرقت كانكي طبعا ما بقول أنه ناكي قوي لترجمة أنه يقدر يقتل ريبوكو ولكن أساسا الجنود اللي مع ريبوكو ما رح يسمحون لريبوكو بالقتال وأولهم كاني فكانه أول واحدة رح ترمينا بس على ناكي هذا القاتل أو تصطدموها عشان تسمح لريبوكو سما بالهرب والانسحاب وهذا الشيء اللي رح يخلي ريبوكو يندم إنه من سحب إنه كاني احتمال كبير تموت في هذه المعركة على يد ناكي اللي من فرقة كانكي هذا اللي أمرت كاريوت إنه يروح يسد عنهم طريق الهرب ويتمكن ريبوكو من الهرب ولكن بيكون خسر كاني فقرارا للبقاء ومراقبة معركة هوكل الأخيرة من وجهة نظري سيدفع ثمنه غالي جدا لأنه يخسر القائد حقته كاني طبعا كاني قائدة خمس ألاف جنتي ما هي بيعني جنرال بس ستل يعني واضح أنه يتحبة عندها ولاء متفاني له بشكل مطبيعي وقد ممكن مستقبل أن تكون جنرال يقعد يربيه يدربها من فترة طويلة ممتوها وبيخسرها بس بسبب أنه قرر أنه يبقى لفترة أطوال في أرض المعركة لأنه معول على أن بانانجي وفوتو يقدرون يقتلون أوسن قبل لشين يقتل هوكن هذا اللي أعتقد أن هذا ريهان ريبكو حاليا لأنه أنا متأكد أنه بانانجي وفتوه عندهم القدرة والاستيطاع أنه يطمقون الكماشة على أوسن طبعا هو ريبكو ما يدري وهو قاعدين في المقر شي اللي قاعد يصير في المقر أوسن ما يقدر يشوف أنه موتن وأوهن ادخلوا وفزعوا لأوسن فهو كان يتساءل يقول شي اللي معطلكم يا بانانجي وفتوه ما يدري أنه أحد تدخل اللي قاعد يصير هناك فمعول على أنه بانانجي وفتوه بيقدرون يقتلون أوسن قابل لشين وفرقة يستطيعون قتل هوكن وقابل لدن ريمي أو سوء أو شير يستطيعون اختراق المقر والوصول لأنا يريبكو طبعا ليسا في جعبت كثير من الكلام وكان ودي أقول لكم تعالوا لباث الاثنين بأتكلم أنا مرة متواردة في الباث ممكن نتكلم عن هذا الموضوع الباث الثلاثنين اللي بعده صوتي خلاص انتهى انتهى ما بقدر أكمل واعتذر منكم أشد العذر ودي أكمل أكثر من كذا أوعدكم بشغلة إن شاء الله ما أقدر أوعدكم في يوم 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 نيتي وعزيمتي إن شاء الله ما رح أقرس بويلر حقه وراح أسوي للايف رياكشن مثل ما هذا الأسبوع إن شاء الله يعني ترقبوا يوم الأربعة يوم الخميس يوم الجمعة رح أعلم في سناب والإستقرام حق ياشو سناب حق إني بإذن الله بأسوي للايف رياكشن في الوقت الفلاني وبدأ دخل بأسوي للايف رياكشن على التويتش فقط وبعد ما خلص من التويتش رح أرفع مباشرة على اليوتيوب ورح نريد تشوفونا على اليوتيوب إن شاء الله ويدي يطول أكثر ويدي يتكلم بسهول خلاص صوتي تشبه راح فأعتذر منكم أشد العذر كذا كل وصلنا نهاية ذو الانطباع أتمنىكم أطول عليكم في الختام قلوا معاي سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلا أنت أستغفركم أعطوا بليك لا تنسوا الاشتراك في القناة وبغضة على زر العجاب والشير ونشوفكم على خير اشهد الله